أهلا بكم من جديد شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله منافسات النسخة الثالثة لمسابقة البحرين للصقور والصيد التي انطلقت بمنطقة الاصبخة المحاذية لقرية البحرين الدولية للقدرة وتسمر منافساتها حتى منتصف شهر فبراير القادم برعاية اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وسموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسموه الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة وفي البداية قدم سموه الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى إجازا عن منافسات البطولة حيث تشمل المنافسات على سباق الخيول العربية ومسابقة الصيد بالصقور ومسابقة الصيد بالكلاب السلوقية بعد ذلك تابع جلالة الملك المفدى منافسات هذه المسابقة بعد ذلك التقى حضرة صاحب الجلالة بالملاك والصقارين المشاركين في هذه المسابقات وشكرهم على هذه المشاركة الكبيرة وتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وفي ختام حضور جلالة الملك لهذه المسابقات أشادت جلالته بهذه المسابقات التراثية والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث البحريني الأصيل وتعزيز القيم والموروثات لدى الشباب البحريني وترسيخ مبادئ التراث الوطني ودعم الرياضات التراثية كما أشادت جلالته بالدور المهم لسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إحياء التراث والموروث الوطني الأصيل والمحافظة عليه مقدرا جلالته جهود سموه المتواصلة والموفقة في دعم ورعاية مختلف الرياضات التراثية ووضع الخطط والبرامج للارتقاء بها والمحافظة عليها وتطويرها وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها مثمنا جلالته الجهد الكبير والمتواصل الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر في سبيل النهوض بالمسيرة الرياضية والشبابية خدمة للمملكة وشبابها الرياضي مثنيا جلالته كذلك على جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعمله الدعوب واهتمامه ودعمه لمختلف الرياضات التراثية للحفاظ على تراثنا الأصيل ونوه العاهل المفدى بالإقبال والمشاركة الواسعة من الملاك وأصحاب السقور من مملكة البحرين ومن الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسابقات هذه البطولة والذي يأتي في إطار حرصهم واهتمامهم بدعم المسابقات التراثية وإنجاحها وبهذه المناسبة هنع حضرة صاحب الجلالة حفظه الله جميع الفائزين والمتسابقين في هذه المسابقة متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم من جانبه أعرب سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن تقديره وشكره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بزيارة مسابقة البحرين للسقور والصيد مشيرا سموه إلى أن زيارة عاهل البلاد المفدى إلى فعاليات المسابقة ومتابعته لمسابقات السقور وصباق الخيل العربية وكلاب الصيد تؤكد دعم ورعاية جلالته لمختلف الرياضات التراثية بما يعكس حرص جلالته المتواصل بالحفاظ على المورثات الشعبية والقيم الوطنية تقول العربة أن أفضل الأشياء عاليها وأن أعلى الرجال ملوكها وأن أفضل الملوك أنفعها للرعية وتقول إذا أردت الخير فجاور ملكا أو جاور بحرا ونحن في جوار الإذنين على أن البحر قرسبت خيره وخير جلالة الملك فياض فمهما ركبنا من الخيل وقلنا وعملنا لم نعبر البحر الذي أنتم عبرتموه ولكنه جهد مغل فإن أصبنا فمن الرحمن ومن ثم توجيهاتكم شكرا وقال سموه إن كل كلمات الشكر والثناء نرفعها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على زيارته الكريمة لمسابقة البحرين للصقور والصيد ومتابعته الحثيثة للمسابقات التي تقام ضمن البطوضة خاصة بطولة سباق الخيل العربية وسباق الكلاب الصيد وتقديمه كل الدعم للمشاركين في المسابقات والعاملين على البطولة والاستماع إلى مقترحاتهم فلطالما شهدنا دعم جلالته المتواصل على مدى السنوات الماضية ورعايته لكافة المبادرات التي تصب في بوتقة إحياء التراث البحريني وتعزيز الموروث الشعبي من خلال تشجيع وتحفيز إقامة الرياضات النابعة من صميم العادات العربية والتراث البحريني الأصيل وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن حضور جلالة الملك المفدى ولقاءه مع المشاركين ومتابعة المسابقات جاء لوكد الاهتمام البالغ والكبير من قبل جلالته لترسيخ الموروث البحريني الأصيل في رياضة السقور والصيد والتي كانت منتشرة بشكل واضح في منطقة الخليج العربي بشكل عام والبحرين بشكل خاص وتحظى بمشاركة كبيرة من قبل مختلف المهتمين بالصيد بالصقور لما تمثله من رياضة تراثية وقيمة غنية بجانب ما تشكله من جزء من تراث البحرين نعمل جميعا وبتوجيهات من جلالته من أجل المحافظة عليه بكل الوسائل المتاحة لنا وأضاف سموه في النسخة الثالثة من مسابقة البحرين للصقور والصيد والتي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك المفدى الذي شرفنا بزيارة البطولة حرصنا على تنظيم بطولة أفضل هذا العام فيما يخص النظم والقوانين وطريقة التسجيل ونظام المشاركة بكل سلاسة وسهولة ودون أي تعقيد وأشار سموه لقد كانت الفرحة الكبيرة بزيارة جلالة الملك المفدى واضحة على محيى جميع المشاركين في المسابقات بعد أن أعرب لهم جلالة الملك المفدى عن تقديره للدور الواضح الذي يقومون به من أجل المحافظة على التراث البحريني الأصيل والاستمرارية في مواصلة النهج نحو الحفاظ على تلك الرياضات كجزء من الهوية البحرينية المتأصلة في كافة أبناء الشعب البحريني وعاهد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة جلالة الملك بالاستمرار في تقديم المبادرات التي تهتم بالارتقاء بالرياضات التي تحمل الطابعة التراثية البحريني والعمل على تطويرها بما يساهم في تنقلها من الأجداد إلى الآباء إلى شباب المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر